أكد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام اللواء يحياء العقيل اكتمال جميع الاستعدادات والترتيبات اللازمة في المسجد الحرام لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لآداء طواف الوداع وقال اللواء العقيل إن العمل على تنفيذ الخطط المعتمدة لإنجاح حج هذا العام يجري وفق التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية منذ قدوم حجاج بيت الله الحرام إلى مكة المكرمة وصولا إلى آداء طواف الوداع حيث رتب دخولهم من أبواب معينة وفق مسارات محددة من وقت الدخول حتى النزول إلى صحن المطاف وتوزيعهم على المسارات التي روعي فيها التباعد المكاني والبدء بالطواف بشكل جماعي وأشار اللواء العقيل إلى استعداد قوة أمن الحرم للمشاركة مع جميع الجهات الرسمية لخدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بسلام آمنين وفق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية للحفاظ على الصحة وسلامة للحجاج ترجمة نانسي قنقر